ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وكشفت مصادر موثوقة لماروك أخبار يومية أن الميزانية السنوية للفرق وصلت إلى حوالي مليار و133 مليون سانتين منذ عهد رشيد طالبي رئيس مجلس النواب السابق وأضافت ذات المصادر أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لم يتوصل منذ انتخابه عام 2017 بأي وثيقة تعلل صرف ميزانية الفرق البرلمانية خلال السنوات السابقة المصادر ذاتها شددت على أن أموال الفرق البرلمانية تحولت إلى ما يشبه سرا من أسرار الدولة يجهل مصير وطرق صرفها خصوصا ومن جهة أخرى المجلس الأعلى للحسابات الذي يبدو أن مالية الفرق البرلمانية ممنوعة عليه من الافتحاص وحسب مصادرنا فإن جزءا كبيرا من ميزانية الفرق البرلمانية غير المراقبة تصرف على تسديد مصاري في بعض الأنشطة الحزبية ونفقات بعض الموظفين والأعوان نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية